الأهداف كابتن يعني هاي من من صفق لها وبكى عندما سجل فلاح هذه الأهداف في مرمى أنا كانت الحقيقة صغيرة والله ينطيك الصحة والعافية أقول الفتى الذهبي للكرة العراقية فلاحسن وعندما كانت أشتري مجلات الوطن الرياضي وصقر أفرح من أشوفه من بلدي صورته على مجلة صقر وفوتبول والوطن الرياضي معناته أنه إحنا عندنا جوهرة اسمها فلاحسن لذلك يعني أشعر بامتعاض وأكرر مرة أخرى أنه قناة دجلة لا تستهدف أي شخصية ولا موقف لنا عداء مع أي شخصية لأننا نتعامل مع الجميع بالمساواة ونتعامل مع الجميع كأسنان المشت ولا لدينا مرة أخرى أي استهداف لأي شخصية أنا أتحدث عن المجال الرياضي لكن في ذات الوقت دجلة لن تقف مكتوفة الأيدي إذا ما يحدث من استهداف للرموز وللأندية الرياضية بل وستستخدم كل الوسائل القانونية والمتاحة الإعلامية لغرض الدفاع عن فلاحسن وعن الأندية لأننا ضد الطارئين ودخولهم للتلاعب بمصائر الرياضة العراقية هذه رسالتنا وافحة أعتقد الرسالة وافحة لا حد يجي ويقول ها وإحنا ترى لا أبداً إحنا ناس وافحين نعمل بالوضوح ونعمل بعراقيتنا وبهويتنا لأننا نريد مصطحة البلد ونريد الرياضة أن ترتقي لا نريد أن نصطاد بالمياه العكرة مرحباً بالمستثمرين يدخلون بأطر قانونية ويدخلون من الأبواب الناس ترى إحنا مو ضد الاستثمار ولا ضد رجال الأعمال المحبين لفلاح وغير فلاح نعم نريد أن نرتقي بالرياضة العراقية ولكن بطريقة قانونية مو بطريقة أني أطير فلا حتى أجيب فلان وأجيب علان لقاء يعني بعض الأمور اللي ما أريد أني أتبناها ولكن هذا يشع في الشارع العراقي يعني هذه حقيقة أريد أقولها كابتن فلاح شلو الرسالة التي توصلها اليوم عبر هذا اللقاء وأنا سعيد يعني جداً رغم أنه يعني ساعاتي يعني ما لها علاقة بما تقول إليه الأمور لنادي زورا ولكن سعيد بمقدمك وحضورك معي في هذا اللقاء الرسالة اللي تريد توصلها إلى من يهمه الأمر عبر قناة دجنة وستوديو الملائب نعم الرسالة أنه العملية عملية خطرة خطرة إذا مرت مرور الكرام لأنه إذا أسهدف نادي الزوراء اليوم غداً سيكون نادي القوة الجوية ونادي الشرطة ونادي الطلبة والأندية الأخرى الكبيرة لأنه الآن لديهم يعني خارطة مرسومة كيفية إسقاط هذه الأندية لكي يسيطروا على الأندية الرياضية وتتبعها خطوات أخرى هي عملية الانتخابات في إتحاد كرة القدم لأنه هدفهم الرئيسي هو الآن إن شاء الله ما يقدرون وإحنا خلفك وراك كابتن إن شاء الله وكثيرين ترى من الخيرين وراك كابتن إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر